أولى ثانية عاشرة وما أكثر الأزمات وعلى العراق مرت منذ عام 2003 ست حكومات لم تعطي العراقيين غير حسرات على حسرات هكذا يقولون تخبط مشوه موصوم بالفساد والمحاصصة وكأن كل حكومة تولد بعد مخاض عسير فيغرق الجمع في مستنقع الخراب يتساءل العراقي كالعربي المتابع لشقيقه اليوم أين وجوه الساسة الحكماء أصحاب الخبرة وأسياد القيادة أين رحلوا يجيب المشهد برمته إن صانع الخراب أمريكي بقناع التحرير أو إيراني بعمة التأثير كثر الحديث عن أطماع الجميع وبقي العراق اسما واحدا تزهق روحه بين جار وشقيق وصديق وكأن الثلاثة أو أحدهم أكل ولم يشبع في كل نزف دم يجدد العراقي العهد ويقول لا تصالح ولو منحوك الذهب غير أن الذهب لم يطأ حياة العراقي حتى اليوم وكل ما في بغداد اليوم فقر وجوع ومرض أما أصحاب النفوذ والسلطة وتجار السلاح فجميعهم يتقذفون العراق ككرة في أرض ملعب والرابح من يسدد هدفا في معادلة الأمن أو كذبة إعادة الإعمار أو الدعوة إلى الاستقرار لكن رياح التغيير ولأول مرة تقود العراق إلى تفاؤل غير مسبوق كما هم الشباب لا يمثلهم أحد إلا العراق رياح تغييرا تجدد أمل العراق في مستقبل يحلم به العراقيون منذ سنين يطالبون بالتغيير واختيار حكومة فاعلة تعيد وضع العراق على سكة السيادة والريادة وتحقيق الحياة الكريمة ولك أن تتخيل كيف يحلم العراقي اليوم بوطن يشبه أصغر دولة مستقرة آمنة يحلم أيضا بأن يتحرر العراق من أزماته ولا يبقى فريسة مصالح جار أو شقيق أو صديق ترجمة نانسي قنقر